اجتماعية بعد تعاطف الجزائريين مع سيدة شاشة الجزائرية بهية رجدي وبعد اعلانها على صفحتها الخاصة على فيسبوك باصابتها بمرض السرطان وانها بدأت بخضوعها للعلاج الكيموي قامت وزيرة الثقافة والفنون الصورية مولوجي امس بزيارة الى بيت الفنانة والممثلة القديرة بهية رجدي للاطمئنان على صحتها وتبليغها ان رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون قرر التكفل بوضعها الصحي ونقلها الى الخارج لمتابعة العلاج كما قررت وزيرة الثقافة والفنون ان تحمل دورة هذه السنة لمهرجان ادب وسينما المرأة لولاية سعيد اسم الفنانة بهية رجدي تكريما وتقديرا لمشوارها الفني جدير بالذكر ان الممثلة القديرة بهية رجدي تعض من الوجوه الفنية البارزة في المشهد الفني الجزائري من خلال ادوارها في السينما والدراما التلفزيونية هذا وكانت رجدي قد التحقت بالمجموعة الصوتية سنة تسع وستين تسعمائة والف كما شاركت في العديد من الاعمال الفنية الشهيرة لالذكر الفنية الجزائرية على غرار كيد الزمن صابرة رشيدة حنان امرأة جروح الحياة الامتحان الصعب وغيرها وقد حازت الفنان بهية رجدي سنة 2005 على جائزة افضل ممثلة عربية بمهرجان تونس تعاطف الناس مع بهية رجدي واستحسانهم اقول لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون بالتكفل بها كان بارزا من خلال تعليقاتهم على السوشيال ميديا فاخترنا لكم بعض التعليقات التي جاءت كالتالي يقول اول تعليق محبوبة الجماهير بهية رجدي الله يشفيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اكيد لن تتخلى عنها الدولة الجزائرية مثل صالح اغروت ربي شفيه تعليق اخر لولاء جاء فيه فنانة قديرة وعزيزة وغالية ربي شفيها ويشفي كل الفنانين رئيس الجمهورية يجبر الخواطر بهذا الموقف الجميل دعوتنا لها بالشفاء بينما تقول ناردين في تعليق لها على هذا الموضوع هي سيدة حقا في الفن الجزائري لها مكان في تاريخ وفكر حياة كل الجزائريين هو ابتلاء من الله وحب الناس لا يعوض خاصة ان الجزائر كلها تعاطفت معها وهذا هو الفنان تع الصحوة في اخر تعليق لي اريج كتبت محبوبة الجزائريين بهية رجدي ربي شفيها وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ربي شفي كل الناس وكل الفنانين المرض استفحل وتنوع الله يسترنا يا رب مشاهدين الاجتماعي